في تفاصيل خطيرة وجديدة كشفتها صحيفة بوليتيكو عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية توصلت الولايات المتحدة إلى أن إيران لا تمارس التهديدات الرمزية بل تعتزم المضية في اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب وكبار مستشاريه تأتي هذه التهديدات في إطار انتقام إيران لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اغتاله ترامب في يناير 2020 بضربة جوية مصادر من الاستخبارات الأمريكية أكدت أن حملة ترامب تلقت مؤخرا تحذيرات بشأن تصاعد تهديدات إيران مشيرة إلى محاولته الاغتيال الأخيرتين لترامب رغم غياب دليل مباشر يربطهما بطهران مسؤول في الأمن القومي الأمريكي وصف التهديدات بأنها خطيرة للغاية مؤكدا تصميم إيران على الانتقام من ضربة سليماني من خلال تجهيزها لقائمة اغتيالات لمسؤولين أمريكيين ورغم الجهود الأمريكية لحماية بعض المسؤولين فأن هناك مسؤولين آخرين ممن شملتهم التهديدات يفتقرون إلى الحماية الكافية ما يثير جدلا داخليا حول فعاليات الإجراءات الأمنية وتواجه واشنطن تحديات في توفير حماية شاملة لجميع المستهدفين إذ يتطلب ذلك تمويلا لكل شخصية يقدر ب150 مليون دولار سنويا ويعكس التصيد الإيراني تصميم أكبر من المتوقع بحسب غرف التحليل الأمني حيث تتهم طهران هؤلاء المسؤولين بتدبير الضربة التي طالت سليماني ما يضع أمن شخصيات أمريكية بارزة في خطر غير مسبوق موسيقى